لقد وقفت على هذه المنصة مئات المرات لكن لم يسبق لي أن وقفت من أجل تصويت أكثر أهمية من هذا اليوم التاريخي بهذه المفردات رحب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور بقرار الجمعية العامة الذي يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي وقالت الجمعية العامة في قرارها الذي عتمد بأغلبية ساحقة إن الفلسطينيين مؤهلون لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة القرار الأممي الذي حضي بتأييد 143 دولة وعارضته تسع دول يحمل انتصارا تاريخيا للقضية الفلسطينية في وقت حرج من الصراع مع الكيان الذي يعمل جاهدا على طمس وجودها على الأرض بالقوة العسكرية المفرطة وفي الأروقة الدولية عبر إلصاق تهم الإرهاب بكل من يعمل على الانتصار لعدالتها في المقابل سارعت إسرائيل لانتقاد القرار ووصفه بمثابة الجائزة للفصائل الفلسطينية المقاومة وقال وزير خارجيتها يسرائيل كاتس إن القرار يؤكد تحيز المنظمة الدولية بقيادة الأمين العام أنطونيو جوتيريش وأنها تحولت إلى منظمة غير ذات صلة هذا الموقف المتشنج للكيان يبرز أهمية القرار كونه يعد شهادة دولية بأحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وهو ما يمثل تهديدا وجوديا للكيان الغاصب أريد أن نبدأ باللغة العربية أولا على صعيد المواقف لاق القرار الأممي ترحيبا واسعا على الصعيد العربي والدولي ووصف بأنه ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الإجماع العالمي على عزل الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الخطيرة للشرعية الدولية من جهتها عبرت الفصائل الفلسطينية عن ترحيبها بالقرار وعدته إقرارا بضرورة نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وتأكيدا على الالتفاف الدولي حول الشعب الفلسطيني في مواجهة الإرادة الأمريكية الداعمة للحرب الهمجية التي تشن ضدها وعلى الرغم من أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونا إلا أنها تعكس الرأي العالمي ويمكن أن يؤثر ثقالها السياسي المهم على قرارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن وذلك ما يؤمنه الجانب الفلسطيني الذي يستب من الكيان حضوره الدولي كل يوم في انتصار جديد لطوفان غزة الذي ما زالت أصداؤه مدوية حتى الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر